تعالوا لوح نشوف كلمة بقى كابتر محمود الخطيب ونرجع نكامل في بداية طبعا برحب بمجموعة عثمان بي وشركة MES اللي في احتفالية عتقت بالنسبة لنا شيء بيسعدنا وشيء بنتطلع عليه دايما كنادي أهلي ان احنا ازاي يبقى لنا ادوار مش بس رياضية ادوار ادارية ادوار مع العاملين في النادي ادوار مع اعضاء وجماهير النادي لازم النادي الاهلي يكون عيلة واحدة ومنظمة واحدة الحقيقة يمكن الكلام ده ابتدى من حوالي اكتر من شهر وشوية المهندس خالد دراندالي كان يكلمني وقال لي العثمان به يعني بيفكروا ان شايفين النادي اهلي مؤسسة كبيرة وعايزين يشوف النادي الاهلي يستحق ان يكون هناك المؤسسة كبيرة دي يكون هناك شهادة عالمية شهادة الايزو فطبعا بذكرهم جدا انهم يفكروا في النادي الاهلي وفي الفترة دي اكتر من شهر تقريبا بقى فيه ادوار كثيرة جدا من مجموعة العمل لانا بذكرهم جدا كل واحد فيهم الحقيقة بتاعة الشركة اللي مع اسمان به على اساس ان هم تواجدوا في النادي تقريبا يوميا تواجدوا في النادي مع منافذ البيع في النادي مع الادارات المختلفة في النادي فقدروا ان هم يكونوا فكرة حقيقية عشان هم كمان يكونوا صدقين في التقرير بيرفعوه والفكرة الحقيقية دي هي اللي وصلت الناس اقتنعوا بيها في المنظمة العالمية اقتنعوا بهذا الامر بعد تقريرهم الحمد لله انهم شافوا على ارض الواقع ان الانادي الاهلي له اسس وله اسلوب متطور تقريبا يعني اداريا الحمد لله وطبعا ده مش عايزين نقف يعني كان فيه زي ما بيقول دهاتي يا واسمان بيه هي دي مرحلة مرحلة اولى لكن التطور ده او اسلوب الادارة ده او اسلوب التعامل مع اعضاء وجمهير النادي منافذ اللي موجودة في النادي كيفية اعمالها ازاي دي بداية لان اذا كنا بناء اذا كنا بناء اذا كنا بناء احمد الله سبحانه وتعالى ان النادي الاهلي يكون هناك شهادة عالمية او الايزل العالمية يكون للنادي الاهلي هذا امر يسعدنا جدا بس بيحملنا مسؤولية كبيرة جدا ان القادم لازم يبقى احسن من كده والافضل لازم دايما يبقى فيه يعني طوانا باشكرهم لان هم يعني الحقيقة شافوا النادي الاهلي كمؤسسة كبيرة يعني فكروا الاول يشوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي الاول فده شيء بساعدنا جدا كمجلس دارة وكان باشكر مجموعة العمل اللي اشتغلت في خلال اكتر من الصهر مع مجموعة العمل الشركة فباشكركم جدا على كل اللي قمتوا به دي ناسئولية كبيرة بكرر شكر تاني لعصمان بي ومجموعة الشركة كاملة وان شاء الله يكون زي ما يقول لعصمان بي كادي بداية لتطور اداري ورياضي ومجتمعي اخر للنادي الاهلي ما يليق بالنادي الاهلي وجماهيره واعضاءه للنادي اله kamerer لانجموعة الانجموعة